حكم اعدام بطيء للعديد من المصارف العراقية هكذا وصفت صحيفة وولد ستريت جورنال القرار الامريكي الذي منع بموجبه 14 مصرفا عراقيا من اجراء معاملات بالدولار في اطار حملة شاملة لمنع تحويل العملة الامريكية الى ايران ودول اخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الاوسط الصحيفة الامريكية رجحت مزيدا من التدهور لقيمة الدينار العراقي مقابل ارتفاع قيمة الدولار فضلا عن تفاقم الازمة الاقتصادية في البلاد عقب هذا القرار الذي جاء نتيجة كشف البنك الفيدرالي الامريكي عن تورط مصارف عراقية بعمليات غسيل اموال ومعاملات احتيالية وانشطة غير قانونية من بينها القيام بعمليات تحويل الدولار الى دول ومصارف اوروبية بهدف تفادي الرقابة الفيدرالية وهي امور تصب بمجملها بالفائدة لحساب ايران تقرير صحيفة والستريت جورنال اشار ايضا الى ان قرار الفيدرالي السابق في تشرين الثاني الماضي بحضر اربعة مصارف قاد الى انخفاض تداول الدولار داخل العراق بنسبة ثمانين بالمئة متوقعة ان يؤدي القرار الجديد الى ازمة ستتعاظم تأثيراتها خلال الفترة المقبلة نتيجة لما وصفته بعدم قدرة المصارف العراقية على استخدام النظام الامريكي سويفت المعني بالتحويلات وهو ما سيقود في النهاية الى فرض عقوبات اخرى على مزيد من المصارف العراقية ويدفع بالاقتصاد العراقي الى شفير الهاوية وهو ما جعل تجارة الدولار في العراق على مدى عقدين من الزمن مصدرا للفساد المستشري في البلاد حيث شكل اصحاب المصارف تحالفات مع زعماء ميليشيات وسياسيين نافذين لتأمين الوصول الى العملة الامريكية بحسب الصحيفة